طيب هنطلع تاني لمعهد الموسيقى العربية حيث هذا الحفل الرائع جدا في رموز النادي الاهلي وتكرمهم الزميل فاروق صلاح معاه العميد محمد مرجان قناة النادي الاهلي في كل مكان تتوالح تفلات النادي الاهلي واعتزاز النادي الاهلي وافتخاره بأبنائه يعني احنا معنا في هذه الأتناء العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستداد وواحد من أبناء النادي المخلصين سيد العميد برحب بحضراتك على شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان وبنقول تتوالى اعتزاز النادي الاهلي وافتخاره بأبنائه والنهاردة موجود بتشهد تكريم اثنين من أبناء النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي دكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي تقد الإسمين في عالم الرياضة المصرية وفي عالم النادي الاهلي أعتقد أسماء بتكفي عن كثير من الكلام طبعا كل الاحترام وكل التقدير وشوف انت قلت في عالم الرياضة المصرية وهو ده اهم حاجة يعني هم قدموا من خلال النادي الاهلي للرياضة المصرية كتير كابتن حسن حمدي قدم في مشوار تاريخه وفي عمره كله في الرياضة المصرية كتير جدا من خلال مكانه في النادي الاهلي دكتور حسن مصطفى من خلال برضو كان مكانه في النادي الاهلي وانتماله في النادي الاهلي قدم للرياضة المصرية بل بالعكس كمان للرياضة كمان العالمية ويمكن هو الف كلمته النهاردة النادي الاهلي دايما بيعلمك المبادئ بيعلمك أنت ما إزامة الجميل شو أحلى قال كلمة جميلة جدا فيش حاجة يسمعها خصوم في الرياضة في حاجة يسمعها منافسة في الرياضة في حاجة يسمعها النهاردة نحن كنا كلنا بنلعب رياضة الكسبان بنقوله ألف مبروك الخسران بنقوله هارد راك وبيشتغل على نفسه تاني عشان يبقى هو ده الأفضل وفي الآخر كله اصحاب يمكن هي جات الفترة الأخيرة أو فترة لازم كلنا يعني نقف ونفوق ونرجع تاني عشان كده دائما هنقول لازم نتمسك برمزنا لازم نتمسك بالكدوة الحقيقية في الرياضة النهاردة ما دكتور حسن مصطفى بنفسه يقول ما فيش حاجة اسمها خصومة في الرياضة في حاجة اسمها تنافس في الرياضة في حاجة اسمها مكسب وخسارة وفي الآخر لعب احنا بنلعب مع بعض بنلعب عشان خاطر بنحفظ على صحتنا بنحفظ على حياتنا وبالعرض يتعليمنا كل حاجة فليه مش عايزين عايزين برضو زي ما قال كده تبقى مبادرة فعلا مبادرة يبقى فيها نبز التعصب مبادرة يبقى فيها بس مبادرة حقيقية مش مبادرة كلام مبادرة كل واحد يجي على نفسه عشان نرجع تاني الرياضة المصرية هنوصل والله هنحقق وهنحقق كويس قوي بالقصة دي عمرها مكانت الخناءات هتوصلنا النتيجة منتخب مصر يحتاج كل عنصر في كل نادي يبقى واقف بيفيد منتخب مصر لان كلنا هنلعب رياضة عشان خاطر من شكرا وعشان خاطر منتخب انا عايز بالعب في النادي بتاعي عشان خاطر اوصل للمنتخب ده الترجت بتاعي لانا اكون لاعب في منتخب مصر في النهاية فلازم نتذكر ده كواز جدا ويا رب ان شاء الله بإذن الله كل الخطوات اللي بتحصل اللي جاية ان شاء الله في مجال الرياضة نسر نرجع نسمع تاني اللي ما بقاش فيه اي خصومات ولكن فيه تنافس شريف في ناس اللي بيكسب نقوله مبروك اللي بيخسر بقول الله هارد لك والناس يبقى فيه تبادل زيارات في الاندية وفي البيوت بحيث كل ده يدوب لان فيه اجيال محتاجة هذا الكلام في شباب صغير محتاج هذا الكلام اعتقد مشهد واعتزاز كبير لما تلاقي رئيس سابق بيقلد من رئيس حالي اعتقد دمشهد كبير جدا ودروس كبيرة جدا تقد من النادي الاهل لأحد المؤسسات الوطنية الكبيرة هو طبعا يعني يا كابتل محمود الخطيب بيشكر فيه لاني كابتل محمود الخطيب وكان اكثر من يستحق التكريم برضو في تاريخه العملي وخدمته النادي الاهلي بلا مقابل وحاجات كبير جدا جدا طبعا يعني إذا له حق التكريم كل التكريم من الأجيال الصغيرة لغاية طبعا الكبار بجماهير النادي لغاية جماعة عمومية كابتل حسن استحمل كتير جدا 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 كابتل حسن حمدي احنا تعلمنا منه كتير تعلمنا منه ازاي بقى فيه صدق تعلمنا منه ازاي فيه قرار تعلمنا منه ازاي اللي انت سايمة هو اللي تسمع كويس عشان طرف تاخد قرارك بشكل كويس وقرار بلا شخصنا قرار يكون لكل المواضيع حتى لو انا زعلان من اي حد ولكن في الاخر قد صالح العام هو اللي بيقدر ويوصلك في الاخر للنتيجة النهاردة كابتل حسن حمدي يمكن وهو رئيس النادي الاهلي او هو في منصب يتهاجم كتير جدا كابتل حسن حمدي كل الناس قدرت كابتل حسن حمدي بعد ما ترك المنصب يعني ايه قيمة وقامة كابتل حسن عشان كده انا بالنسبة لشخصي كابتل حسن بالنسبة لحاجة كبيرة جدا جدا لانه يمكن اول من قدمني فعلا للعمل التنفيذي او العمل الاداري وكنت لسا عندي سوا عدرتين سنة وكنت دايما بقولها وهو راه راهن على الشباب كان وقتا في صورة وكما وقتا في راهن على الشباب وراهن قال لك لو نجح اهو كادر ما نجحش قدين عملنا تجربة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اتمنى اكون اللي انا قديت القصة دي وهم بصراحة ربنا كابتل حسن كابتل دكتور حسن مصطفى كابتل حمود الخطيب اي حد في مجاله كدوة بالنسبة لنا وخلي بالك فيه كده برضو يمكن هو عشان نادي الاهلي لكن فيه في كل نادي وفي كل لعبة وفي كل المكان في مصر فيه كدوة ازايب عندنا كدوة محترمة يتجمح حواليها شبابنا فيا رب يا كريم عايزة ارجع من كلام حضرتك لـ 48 ساعة والمؤتمر الاخير للكابتن محمود الخطيب قال كتير منكم ما يعرفش محمد مرجان عملي للنادي الاهلي وكلمة كانت طلع من القلب للكابتن الخطيب تعرف الكابتن الخطيب لما بيتكلم بالقلب بتبقى طالعك كلمة صريعة محدش يعرف محمد مرجان عملي عشان خاطر النادي الاهلي طيب شوف بعد كل ده وبعد اللي احنا عملني شوفه وبعد انا ما عملتش حاجة انا عملت الوجب اللي انا عمله في ناس احسن مني كتير جدا جدا والله يخدموا النادي الاهلي وفي ناس احسن مني كتير هتخدم النادي الاهلي وبتتماني تخدم النادي الاهلي فانا يعني هي كلمة كبيرة مش عايز اوقف عندها ولكن ولكن انا هرجع قول تاني انا عملت شغلي وعملت اللي كان مطلوب مني اتمنى ما كونش اكون قصرت والحمد لله يمكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني من خلال هذا الكلام الا اكون متواجد في مكان مسئوليته اكبر مكان مسئوليته لازم اكون على مسافة واحدة من الناس كلها مكان مسئوليته بتوصل لانت تعلمته خبراتك في المكان ده في النادي الاهلي المكان اللي انت فيه النهاردة المسئولية تحطم عليها لكل الخبرات اللي تعلمتها اطلحها في المكان ده فربنا يكرم هرجع قول تاني انا بشكر كابتحون الخطيب لانه بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا وقريب لي وقريب القلب جدا وشوفنا ايام مع بعض كتير الحمد لله رب العمين ولكن اللي انت بتشوفه النهاردة فيه ناس عملت احسن مننا كتير احنا ما عملناش حاجة ولسه بدري عبال ما نبقى زي كابتن عدل القوعي زي كابتن محرم زي المهندس شمس عيد زي يعني فيه كتير لسه بدري عايز اختم مع حضرتك بنقطه في غاية الاهمية وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة وانا شايف ان مع حضرتك شريكة نجاحك واعتقد ان لها جزء كبير جدا من نجاح العميد محمد مرجان وقت التكريم موجودة معاك النهاردة في تكريم القوامات الكابتن حسن حمد والكابتن حسن مصطفى حريص انها انك تقول مشانة الوحدي مش محمد مرجان بس شوف انا زوجتي بالنسبالي مهمة جدا 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 زوجتي بالنسبالي يمكن انا عرفها من زمن والد زوجتي كان برضو اللي هو محمود عاطف رزق كان مدير النادي الاهلي كان الراجل ساعدني وقتها برضو اللي انا من النادي الاهلي دخلت كلية الشرطة فبالنسبالي هي شركة مشوار شركة كفاح بتشوف معايا ايام كتير قدمة الفقر يا محمد بيننا هداك كنت بتتكلم بتستعرض بتفتخب بالامور اللي حصلت ما بينك وما بين الأسرة وقسرة زوجة حضرتك الفضلة خلي بالك هي يعني اي البيت الزوجة والام هي اللي بتطلع الجيل اللي هي اللي بتربي الأولاد فإحنا بديبقى دايما مشغولين دايما بيبقى عندنا مش موجودين مين اللي بيتابع وبيزاكر وبيروح وبيجي الأم فأنا مقدرش أنكر دور زوجتي في الحياة وأي واحد أسرته نكحة هي زوجته الأصل البيت الأم يعني انت النهاردة الولدة هي اللي بتربيك فعشان كده لها فضل علينا الأم فلازم تقوم معنا طول في كل مكان يعني سأشكر حضرتك ودائما موفق وننتظر من حضرتك ومن شركة أستاذات الكتير للرياضة المصرية إن شاء الله بإذن الله شكرا عزيزي مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ده كان لقاءنا مع العميد محمد مورجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أستاذات يوم جميل يوم في حب النادي الأهلي وتكريم اثنين من قامات النادي الأهلي كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى هو ده النادي الأهلي وهو دي زي ما بنقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا بإسمنا شكرا يا فاروق وشكرا للعميد محمد مورجان اللي جسد كمان ما قولت أجيال بتسلم بعض ترجمة نانسي قنقر